موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من بلاي لست استكشاف الاخطاء واللي بنتعرف فيها على حلول لمشاكل الكمبيوتر في الفيديو هنتكلم على الموضوعين في بعض الاحيان بيأثر على بعض وهم مشكلات خاصة ببيانات بدء التشغيل او بي سي دي بوت كونفاجرشن داتا ونسخة استعادت او استرداد الويندوز ريكوفري انفيرومنت ايميج في حال وجهة يو اي اف اي اذا كنتم استخدم وجهة بايوز هيكون معظم الخطوات غير مناسبة بالنسبة لك خلال الفيديو ده هنتكلم على جزء بي سي دي بوت كونفاجرشن داتا والمشكلة بتكون كالتالي اما بتظهر الشاشة دي واللي مكتوب فيها ان ملف بي سي دي لا يحتوي على معلومات صالحة لنظام تشغيل ويندوز او بكون مش عارف اعمل بوت على الويندوز اساسا وبتظهر لي بوت مينيو وانا متأكد ان في ويندوز مسبت بالفعل هنوضح ايه الاسباب اللي ممكن بسبب المشكلات وازاي اقدر احدد الخطوات المناسبة لاصلحها وفي فيديو منفصل هنكمل الكلام عن ريكوفري ايميج قدر توصل للفيديو من العلامة فوق الفيديو دلوقتي او البطاقات اللي هتظهر في نهاية الفيديو او من القناة اغلب مشكلات بوت كون في جريشن داتة بتكون باحد او بعض الاسباب لي انقطع طيار الكهرباء بشكل مفاجئ او لم يتم اغلاق النظام بشكل سليم الفيروسات او البرامج الضرة برنامج تم تثبيته بشكل غير صحيح خطأ في تحديث النظام تلف التعريفات تلف ملفات السجل ترتيب التمهيد غير صحيح في UEFI او قرص النظام تالي ملف بي سي دي موجود في تأسيم النظام وفي كلتا الحالتين سواء ظهر لي الشاشة الزرقه او بوت مينيو فده مؤشر ان في مشكلة في تأسيم النظام ومحتاج اعمل استكشاف اكتر اولا في حالة ظهور الشاشة دي بضغط F1 عشان احاول اوصل للريكافوري انفيرومنت وهنا في احتمالين على حسب مقدار التلف لو قدر توصل للريكافوري انفيرومنت بدخل على CMD وبكتب بي سي دي ايدت بيظهر لي بعينات بدء التشغيل النشطة وهنا انا شايف ويندوز بوت لودر بس الخاص بويندوز ريكافوري عشان كده انا قدرت ادخل عليه ومش موجود ويندوز بوت لودر للويندوز نفسه عشان اتأكل هكتب الامر ده بيظهر لي كل بعينات بدء التشغيل لكن الويندوز نفسه مش موجود برضه بالتالي هكتب الامر ده check disk slash if على حرف برتشان الويندوز عشان افحص فايل سيستم وحدة التخزين من اي اخطاء لو لقيت اخطاء فشل اصلاحها هتحتاج تستكشف اكتر حسب نوع الخطأ منطقي لوجيكل ولا مادي فيزيكل بعد انتهاء الفحص كتب لي مفيش اخطاء الخطوة اللي بعدها بكتب boot trick rebuild bcd بيعمل فحص على انظمة التشغيل المسبتة والغير مضافة على بيانات بدء التشغيل bcd وبعدها بيسأني اذا كنت عايز اضيف المدخلات لملف bcd بكتب y وبدوس enter لو تمت العملية بنجاح تقدر تختبر النتيجة لو بدأ تشغيل لوندوز من غير اي مشاكل ففي الحالة دي مش هتحتاج تاخد خطوات تاني بالنسبة للمشكلة دي لكن اذا ظهرت لك رسالة The system couldn't find the path specified فده هينقلنا للخطوة الجاية والخطوة دي بتأثر على بيئة استرداد الويندوز recovery environment بتخليها معطلة لو هتنفذ الخطوة دي كمل الفيديو التاني الخاص بجزء recovery environment بدخل على محرك اقراس الويندوز وبكتب bcd boot بتبديل الحرف بالمناسب ليك بعد نجاح العملية بكتب exit والجهاز هيعد التشغيل على windows اخر خطوة بتأثر على بيئة استرداد الويندوز recovery environment وبتخليها معطلة لو نفذت اخر خطوة شوف الفيديو الخاص بجزء recovery environment عشان تتأكد ان كل حاجة سليمة وتعرف ازاي تصلح اي اخطاء في حال وجوده اما بالنسبة للي احتمالين التانيين مهمة اني ما قدرتش اوصل recovery environment من الشاشة دي كل ما بدوس f1 بيفشل او لو كنت مش عارف اعمل بوت على الويندوز ومحجوز عند boot menu بعد ما بتأكد ان الboot order سليم في اعدادات uefi اوصل فلاشة ويندوز بي اي اللي انشأناها في فيديو سابق وهبدأ تشغيل الجهاز منها بكتب disk part بعدها list volume هيظهر لي محركات الاقراس اعرف منها حرف محرك اقراس الويندوز c ورقم محرك اقراس النظام 4 بعدها بكتب select volume 4 بتبديل الرقم بالمناسب لك وبعمل format لمحرك اقراس النظام بالامر ده بعدها بكتب exit وبدخل على part windows وبكتب الامر ده بتبديل الحرف بمناسب لك عشان انشأ ملفات الboot من اول وجديد بعد نجاح العملية بكتب exit والجهاز هيعد التشغيل على ويندوز الخطوات دي ممكن تأثر على بيئة استرداد الويندوز recovery environment وتخليها معطلة شوف الفيديو التاني عشان تتعكد ان كل حاجة سليمة وتعرف ازاي تصلح اي اخطاء لو شفت الفيديو واستفدت اعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد واكتب لي تعليقك وهرد عليك في قرب وقت بازن الله شكرا لك عشان جفت الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة